أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهوراً مع استمرار استهداف المدنيين وتواقم الطبية وخيام النزحين رغم تصني فيها على أنها آمنة منذ بداية الحرب إضافة إلى إغلاق كافة المعابر قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرصخ إن هناك استهدافات متكررة ومباشرة للمدنيين وخيام النزحين مما يؤكد على عدم وجود أي أماكن آمنة في القطاع شددت المسؤولة على أن الأوضاع في رفح الفلسطينية تتفاقم يوماً بعد آخر مع خروج جميع المستشفيات الرئيسية من الخدمة مع وجود آلاف المواطنين الذين ما زالوا محاصرين في أقصى جنوب القطاع